يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع في ثالث أيام التشريق بعد الانتهاء من رمي الجمرات وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال خطة تفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ذلك ضمن منظومة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن والمغادرة بكل يسر وتمئنين